رفعت جلسة مجلس النواب مرة أخرى وسط مطالبات معظم أعضاء المجلس بفتح الترشح للحكومة المقبلة وإنهاء وجود الحكومة المؤقتة التي عانى الشعب من عدم انتظامها وعدم إفائها بمهامها ووعودها ورغم الجدل الذي دار بين عدد من النواب حول إنهاء ولاية الحكومة من عدمه إلا أن الأغلبية أيدت خطوة إنهاء هذه الحكومة بشكل كامل باعتبارها أول عامل من عوامل إنقاذ البلاد ونجاح خارطة الطريق في فتح الباب أمام إجراء الانتخابات بلا عوائق كذلك صوت البرلمان بأغلبية صاحقة على عدم أحقية مجلس الدولة الاستشاري بالمشاركة في اختيار رئيس الحكومة المقبل وهو ما فتح باب الغموض من جديد فبدلا من تحديد شكل المرحلة المقبلة وتوضيح مصيرها قرر البرلمان الانفراد باختيار رئيس الحكومة القادم ما يعني أن حدة الخلافات بين المجلسين سترتفع وطيرتها مجددا بحسب المراقبين وتزداد متاهات الغموض مع عدم تحديد موعد جديد للانتخابات من قبل خارطة الطريق البرلمانية التي تركت الأساس الدستورية للانتخابات موضع نقاش إضافة إلى عدم تحديد موعد جديد لتقديم طلبات الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة هذه المتاهات دفعت المراقبين للتساؤل عن شكل الجلسة المقبلة وهل ستشهد حقا فتح باب التصويت على الحكومة المقبلة أم أن كل ما تشهده الساحة السياسية الآن عبارة عن خلط جديد للأوراق بهدف إطالة المدة أمام عقد الانتخابات أكثر وأكثر وهو ما لن يجد قبولا في الأوساط الشعبية والدولية على حد سواء